بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها السيدة الكرام سأل نبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ما تعدون الشهيد فيكم قالوا الشهيد فينا من قتل في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر من قتل في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر صابرا قتل في سبيل الله يعني في معركة بين المسلمين وعدوهم قتل في سبيل الله صابرا يعني هو محتسب هذا الأجر وتحمل هذه المشاء هذه معنى صابرا محتسبا مقبلا يعني كان يهجم في المعركة ولم يعطيهم ظهرها لم يفر من الميدان لأن الفرار من الميدان كبيرة من الكبائر تولي يوم الزحف كبيرة من السبع الموبقات قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن شهداء أمتي لقليل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم المطون شهيد والمطعون شهيد والغريق شهيد والحريق شهيد والذي يموت بهدم شهيد والمرأة تموت بجمع شهيدة المطون الذي مات بداء في البطن والبطن عند الفقهاء يشمل منطقة الصدر والقلب والبطن والأمعاء والكبد هذه المنطقة كلها اسمها منطقة البطن عندهم في الفقه يقول المطون شهيد طب والمطعون المطعون الذي مات بداء الطاعون والمقصود به أي وباء عام كورونا الطاعون إلى غير ذلك طيب الغريق الذي مات غرقا الحريق الذي مات حرقا ثم قال والذي يموت بهدم هو واحد من فوق وقع من فوق البيت أو وقع البيت نفسه عليه ثم قال والمرأة تموت بجمع شهيدة المرأة التي تموت أثناء عملية الولادة فإن ولدها يأخذها بيدها إلى الجنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هؤلاء طب هل الشهادة قاصرة على هؤلاء فقط؟ الجواب لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات دون أرضه فهو شهيد من مات دون دينه فهو شهيد من مات دون دمه فهو شهيد من مات دون ماله فهو شهيد فالنبي صلى الله عليه وسلم وسع الدائرة أكبر والإمام بن عبدالبر في كتاب التمهيد لما في الموطئ بن المعاني والأسانيد جمع أسباب الشهادة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فأوصلها إلى حوالي ثلاثين سبب يعني حتى أنه قال إن اليجمع بين هؤلاء جميعا الإنسان الذي يموت في غربه أو يموت خارج بلده أو يموت خارج بيته يرجى له الشهادة الإنسان الذي يموت ميتة غير طبيعية يرجى له الشهادة وهذا كله من سعة فضل الله تعالى لكن أقول أيها السادة أعلى منزلة الشهداء الذي يموت في معركة مع العدو هذا الإنسان الذي يموت في معركة مع الكفار دفاعا عن أرض الإسلام دفاعا عن وطننا هذا الإنسان الذي يموت مدافع الوطن يعني إيه دفاع عن الدين دفاع عن الدين هو بيدافع عن الوطن لأن اسمها أرض الإسلام الدين مش حاجة معنوية أو يقول كده إنما في عندنا شواهد مادية لي الأرض الأشخاص المسلمين هؤلاء فإذا مات مدافعا عنهم فإنه يرجى له الشهادة النقطة اللي بعدها هل نستطيع أن نحكم على أي شخص مات في المعركة بإنه فلان شهيد ونقول إنه فلان الآن في الجنة الجواب لا لماذا؟ لأن بعض أصحاب نبي صلى الله عليه وسلم ارتكبوا بعض المعاصي والناس لم يعرفوا ذلك عنهم حتى بيّن نبي صلى الله عليه وسلم ذلك منهم شخص لما أصيب في المعركة استحر عليه الجرح يعني آلمه هذا الجرح الذي أصابه ثم قتل نفسه هو الصحابة شافوا الجزء الأول وهو بيجاهد وبيقاتل في سبيل الله فألوا فلان هنيئا له الجنة لكنهم لم يروه حين قتل نفسه فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه هو الذي قتل نفسه فانتقل من الشهادة إلى الانتحار الشهادة أعلى منازل الجنة الانتحار في النار والعياذ بالله ومن هنا نقول إننا لا نستطيع أن نحكم إن فلان الآن في الجنة الأمر اللي بعده الشهيد ربنا سبحانه وتعالى جعل له مراتب عديدة وفضائل ومزايا كثيرة يغفر له عند أول دفقة من دمه الشهيد عندما يصاب لا يجد ألم للموت إلا كما يجد أحدكم ألم القرصة تخيل لو أحد أرس واحد كده هو ده بس الألم اللي بيشعر به الشهيد عند الموت طب والإصابة والشدة والطلقات اللي أطلقت عليه والضرب بالسيوف النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا الأمر اللي بعده إنه هذا الشهيد يغفر له عند أول دفقة من دمه ويغفر له كل شيء إلا الدين طيب الأمر اللي بعده أنه يشفع في سبعين من أهل بيته الأمر اللي بعده أنه يوم القيامة هو مع النبيين والصديقين والصالحين الأمر اللي بعده إنه لما أصيب المسلمون في غزوة أحد جعل الله تعالى أرواحاهم في حواصل جمع الحوصالة لهي أماكن الطعام في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاء ثم تأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش وهؤلاء أرادوا أن يعلم الله تعالى الناس فأنزل الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين ورحم الله شهداءنا وألحقنا بهم في الصالحين وحافظ أوطاننا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته